أمن الدولة اسم كبير بالمعنى والهدف لكن بكل أسف أصبح صغير بالتجاوز والتجسس والانحراف على المواطنين استجواب السابق الأخوان النواب اللي دافعوا عن الأخ الوزير كانوا ينتقدون نقل الضباط من الجيش إلى الداخلية وإن الضباط يروح في إدارات وقطاعات فنية حتى قالوها إن الضباط اللي انتقل من الجيش إلى الداخلية راح إلى الإدارة العامة للمرور هذا ضابط الجيش ايش فهمه بالمرور كان هذا الانتقاد من الأخوة النواب طيب يا أخواني أنتم تعلمون أن مدير عام أمن الدولة نقل من الجيش عام 2008 إلى الداخلية وين استلم استلم في أمن الدولة الآن هذا الضابط 24 ضابط أقدم منه 24 ضابط والأقدمية يعرفونها أخواني العسكر الضباط 24 ضابط شنو سووا عشان تعرفون هذه الوزارة إذا أرادت أن تفتح الطريق لأي قيادي عشان يستلم منصب أطلع قوانين ولا أطلع شغلة ولا أغراءات أطلع الضباط فتحوا مكاتب خارجية نقل 11 ضابط أقدم من هذا الضابط إلى الخارج في المكاتب الخارجية بقى 13 ضابط رتبهم عميد عمداء كلهم أقدم منه لكن حارصين على أن هذا يبقى الضابط اللي هو مدير عامل اللي صارت عليه المشكلة وهؤلاء الضباط العمداء اللي موجودين في أمن الدولة تدرجوا من نجمة إلى وصلوا رتبة عميد وأنتم تعرفون يا أخوان هذه الإدارات الحساسة لازم يتدرج فيها الضابط حتى يكتسب خبرة ما أجيبها من الجيش وأحطها على هذا الجهاز أحطها على هذا الجهاز ليش؟ هل لي أجل أسكر على قضايا أنا عارف إنها جاية مستقبلا مثل الماليزي وغيره هذا الأمر يجعلني أرتاب من هذا الأمر الضباط اللي أقدم مننا خسرت عليهم الدولة وخصوصا جهاز أمن الدولة دورات خارجية ودورات داخلية لكن شنوع شغلتهم اليوم؟ حضرون لدارة فقط تحضير يقعد للظهر دق سيارة سلف وراح البيت هل يعقل كفاءات مثل هؤلاء الرجال يهمشون ويجمدون؟ ليش الأصرار على بقاء هذا المدير على رأس الجهاز؟ وللعلم؟ ست ضباط فقط هم اللي ديرون جهاز أمن الدولة الباقي هذا بس على عينك يا تاجر ماكو شي ست ضباط وكل هالضباط هذول أقدم منهم ترجمة نانسي قنقر